بداية كيف تتابعون هذه العملية العسكرية برفح؟ البعض يعتبر أنها استعراض للضغط على المفاوضات والبعض يعتبر أن هناك هدف حقيقي إسرائيلي من خلال هذه العملية ما رأيكم حضرة العميد؟ هي ليست استعراض لأن هناك إبادة تحصل هناك الإبادة مستمرة للشعب الفلسطيني وتهجيره أما لماذا بدأت هذه العملية العسكرية؟ لأنه شيء طبيعي نتناهو يريد أن يتابع الحرب وقد وافق مجلس الحرب ومجلس المزارع عليها وانتظرنا أسبوعين لنعرف كيفية العمليات العسكرية هل سيكون هجوم كاسح بالمعنى العسكري لهذه المدينة البائسة فيها مليون ونصف إنسان أو أنه سيكون سيناريو الثاني كما اقترح الأمريكيون عمليات جراحية يعني بمعنى قصف أهداف محددة متأكد منها يعاون فيها الأمريكي الجانب الإسرائيلي بالتكنولوجيا والأخمار الصناعية دون اجتياح والسيناريو الثالث الذي طرح هو التقدم في رفح على طريقة القدم أي حي بعد حي وتجنب القصف الوحشي الواسع مع التقدم البري كالسيناريو الأول أنا رأيت أن ناتنياهو أولا يعني شيء طبيعي أن يلتزم بما وعد به وكان قد قال سابقا سنقوم باشتياح رفح مع صفقة أو بدون صفقة وهذه الأسبوع الماضي وبعدما شعر أن ورقة رفح مهمة جدا والعالم كله يناشده بتجنب اجتياحها بشكل واسع يعني أراد أن يستعمل هذه الورقة للضغط ليس فقط على حماس الضغط على علافها حتى وإظهار الجدية يعني أن هذه الورقة لن تبقى بيده بل سيبدأ بالتنفيذ من هنا بدأ التنفيذ ماذا حقق حتى الآن وماذا سنرى لم يحقق حتى الآن إلا الإبادة المستمرة تهجير الأخوة الفلسطينيين إلى الغرب وقتل كما سمعنا قتل إحدى أسره يعني وأنه احتل معبر رفح هل هذا هو إنجاز عسكري كبير؟ ربما سيكون جائزة طردية ما الهدف برأيكم؟ المهم في الموضوع ماذا؟ من معبر رفح حضرة العميد برأيكم ما الهدف لأنه حتى لم يتم تدمير المعبر وتم الحفاظ عليه تماما تماما الهدف استراتيجي من هذا المعبر كما علمنا أنه طرد حماس يريد أن يكلف في اليوم الثاني يعني عناصر فلسطينية غير حماس لإدارة هذا المعبر بالتنصيق مع أمريكا ومع الدول المعنية ربما مصر أساس أن تكليف جهات فلسطينية غير حماس يمكن أن يكون خطوة أولى لإدارة غزة مستقبلا بهذه العناصر أو بجزء منها بالاشتراك مع عناصر أخرى وإلا لا معنى لاحتلال هذا المعبر يعني بهذا الشكل وإثارة الضجرة حول احتلاله كأنه إنجاز كبير طيب هاراتس تقول أنه شركة أمنية أمريكية ستتولى إدارة المعبر وهنا أعود هل ستوافق برأيكم مصر على مثل هذا المقترح وعندما تقول مصر أنه نحن جاهزون لكل السيناريوهات ماذا تعني تحديدا نعم نعم نحق مصر أن ترفض وأنا سمعت أنه شركة أمريكية ليس فقط مصر سترفض ذلك وأنا أعتقد الأخوة الفلسطينية لن يقبلوا بذلك هذا داخل ضمن المفاوضات مصر معنية بمعبر رفع سنطق بات بعناصر فلسطينية وجاهز مصر لكل السيناريوهات واسمعنا يعني عندما التعرض إلى معهوات فيلادلفيا واليوم سمعت أن القوات المصرية قامت بثلاثة إجراءات أولا تنبيه للاتصال بالجانب الإسرائيلي أنه عدم تجاوز الخط الأحمر يعني واستنفرت مصر جميع قواتها في شماء دي سينا وقامت مصر أيضا وتقوم حاليا بدعم المعبر من الجانب المصري بواسطة إنشاءات إسمنتية وغيرها وألغت الإجازات للجنود والضباط استعدادا لربما ما قد يحصل الجانب المصري لا أعتقد سيسمح الإسرائيلي بالتمادي يعني مسمعنا عن الوصول إلى فلادلفيا أعلمت به مصر من جانب الأمريكي وعلمت متأخرة وتوقف عند هذا الحد أما تجاوزه وقلنا سابقا أن القوات المصرية لديها أوامر بالتصرف فورا وإطلاق النار على كل تجاوز الدخول إلى سيناء المصرية من قبل العدود الإسرائيلي دون الرجوع إلى القيادة العليا في القاهرة والإسرائيليون يعلمون ذلك لا يرودون حتما الاشتباك بالقوات المصرية مثلا هو يريد جائزة ترضية نعم ربما هذه ترضية أعود معك إلى رفح حضرة العميد يعني إسرائيل تتحدث أن هذه العملية محدودة حتى الساعة برأيكم هل هذه المحدودية نسبة للضغوط الدولية أم لصعوبة اقتحام رفح فعليا وما الصعوبات التي تنتظر إسرائيل داخل رفح؟ تماما سؤال مهم جدا للاثنين معا أنا برأيي أولا الشيح رفح لنبدأ من التاني يعني ليس بنزهة إطلاقا تعلم إسرائيل أن دخولها منطقة مقتضلة من السكان بالإضافة إلى المزرة البشرية التي يمكن أن تحصل جراء القصب تانيا هي تدخل إلى مستنقع تدخل إلى منطقة يمكن تتعرض لكماء فيها طالما أنها تدعي أن قوة كبيرة من حماس لا تزال في هذه المدينة فحتما يعني هذه القوة الكبيرة لن تتلك الجنود الإسرائيليين يدخلون في نزهة فيمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة وتانيا تجنب المزهر الكبرى وانسياقا للضغوط الدولية كما ذكرت لك يعني هذا البلاء العملية العسكرية المحدودة هي لتسجيل موقف وتحقيق صورة انتصار لنتنياهو حتى إذا قبل بوقف إطلاق النار لا يعتبر مهزوما ولا تسقط حكومته نحن قلنا منذ البداية ومنذ مدة أن نتنياهو لا يريد أي صفقة ولا يريد أي هدنة لأن الهدنة والصفقة الهدنة ممكن أن تتسمر وتتمدد وفي حال تمددت يطالب معارضوه بإجراء انتخابات التي لا يمكن إجراءها في حال استمرار المعارك هذا بسيط جدا وواضح جدا طيب عندما نسمع أن الولايات المتحدة تؤجل إرسال بعض الأسلحة التي تطلبها إسرائيل هل لهذا الضغط فعليا يؤثر على مسار هذه الحرب وإلى أي مدى يمكن ذلك إلى أي مدى حسب جدية الموقف الأمريكي نحن قلنا أن أمريكا لا أمريكا إذا أراد إتركاف الحرب يكفي أن تجمد إرسال الدخير والأسلحة إلى إسرائيل من ضمن المساعدات بالمليارات يكفي أن تجمدها لأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لأن الجيش الإسرائيل لا يمكن استمرار بالمعارك بدون الدعم اليومي الأمريكي حتى الآن سمعنا أجلت بعض ليس الجيش الجوي مستمر بدعم إسرائيل وإذا أوقفته أمريكا أنا أعتقد أنها ستوقف الحرف في غزة وإذا كانت جدية في ذلك هذا سألتني إلى ماذا يؤثر هم يعلمون الجانب الإسرائيلي يعلم جيدا مدى جدية الموقف الأمريكي إذا كان فعلا جديا وسيوقف بالتدريج المساعدات العسكرية وخاصة بالذخيرة حتما سيكون له تأثير على الميدان أما إذا كان الموقف الأمريكي استعراضي فقط وللإعلان فقط فلا شيء يمنع نتنياهو من استمرار الحرب وكما ذكر له مصلحة في استمرار الحرب لأن استمرار الحرب يعني استمرار هذه الحكومة وعدم سقوطها المهم اليوم إيجاد حل لأن لا تسقط هذه الحكومة يتأكد أن لا تسقط بناء لجائزة طردية أو صورة إنجاز ما بما يتعلق بجدية الولايات المتحدة برأيكم ما الهدف من زيارة رئيس السي آي آي اليوم انتقاله من القاهرة وعدم مشاركته بالمفاوضات بالقاهرة للانتقال إلى إسرائيل يعني ما الهدف من هذه الزيارة برأيكم حضرت العميد هناك عدة أهدف أنه أولا هو ليس بالضرورة أن يكون في القاهرة هو على علم بتفاصيل هذه الاتفاق وتدعم أمريكا الاتفاق لأنها فعلا تريد هدنة ما طيب هو الذي ذهب إلى إسرائيل فهناك عدة مشاورات مع الجانب الإسرائيلي هناك الضغط على نتنياهو بإطاعة أمريكا يعني وعدم إجراء القيام باشتياح واسع وممثى كما وعدت تجنب المدبحة والمزل الكبرى هذا من ناحية رفع ومن ناحية تانية لا ننسى جنوب لبنان تحديدات مستمرة ومصلحة أمريكا إطلاقا ليس لها مصلحة أن تفتح إسرائيل جبهة جنوب لبنان لأنها ستتورد بها أمريكا حتما كما يذكر معظم المراقبين لأن فتح جبهة جنوب لبنان ستفتح جبهة واسعة في المنطقة وستضطر أمريكا إلى نجلة إسرائيل في حال انطلقت ثواريخ الدقيقة من حزب الله على جوشنان تل أبيب وحيفا هذا شيء معروف يخوم أمريكا أن لا تلجم إسرائيل بعدم ارتكاب حماقة ومهاجمة لبنان وفتح جبهة جبهة ترجمة نانسي قنقر